لم يعد أمرا مستغربا الكشف عن قضايا الفساد التي تسببت بهذر المليارات في العراق لكن الغريب هو تنصر الأحزاب من مسؤولياتها إذا أتوقف وتلكئ مشاريع خدمية في قطاعات حيوية كالكهرباء والصحة والمياه والجسور مشروع مجسر سوق الشيوخ في منطقة الإسكان العسكري في محافظة ذيقار أحد تلك المشاريع المتوقفة منذ عام 2013 جسر من 2013 حد الآن لهم كاملينه والشوارع كلها طسات زين والتراب وصالهم من 2013 حد الآن كاد يجي يستغل يوم وشهرين ثلاثة شهر يقعد مطينه خمسين مليار وين خمسين مليار ودوها يا مقاول يجي أو مسؤول يجي يلغف ويمشي وهذا جسر مدمر منطقة كاملة مدمر ناصرية كاملة وعلى الرغم من مناشدات أهالي الناصرية للجهات الحكومية بضرورة إنجاز هذا المشروع إلا أن التجاهل والصمت الحكومي كان حاضرا كالعادة هذا المجسر اللي يعني صار له من عام 2013 لحد هذه اللحظة نشوف الأعمال بمتفاوتة المحافظ ناشدنا قال إن شاء الله راح يتم العمل بي يعني أنا منقصد المحافظ مرت عليه أكثر من محافظة أربع محافظين أو من يحيى الناصري إلى عادل الدخيل إلى ناظم الوائلي وإلى أحمد الخفاجي وهذه المناشدات والمعانات مستمرة يا محافظنا يا مدير هيئة النزاهة حركوا على هذا ترى العالم دمرت العالم ماتت حركوا عليه رحم الله والديكم ليش بعد يومين ترى ما أحد يسكت عنكم مالله ترى الشارع بعدها يغلي من جهاتهم يقر المسؤولون في محافظة ذيقار بعدم وجود استجابة حكومية لإتمام العمل ومحاسبة الشركة المسؤولة عن توقفه طيلة هذه الأعوام مجسر سوق الشيوخ في تقاطع الإسكان الصناعي من المشاريع المتلكة التي تعيق حركة الإعمار والبناء في محافظة ذيقار نحن في إدارة المحافظة ومنذ السلام المهمة قبل أكثر من سبع أشهر وجدت هذا المشروع يسير ببطء شديد وفاتحنا الجهات المعنية لتسريع العمل وحث الشركة المكلفة بإنجاز المشروع لإكمال العمل لكن وجدنا عدم استجابة من الشركة وكذلك عدم تعاون مع إدارة المحافظة مشكلتنا المتكررة هي مع الوزارات وأغلب المشاريع الوزارية هي مشاريع متلكة والشركات التي تحال إليها الأعمال الوزارية عادة ما تكون غير كفوة وتبقى المشاريع المتلكة بوابة كبيرة لنهب أموال الدولة بحسب تقارير صحفية ونيابية فهي تحال لشركات غير رصينة تتبع بالغالب لجهات وأحزاب تستغل طريقة التعاقد لتمرير عمليات فساد حصة الميليشيات فيها دائما حاضرة لتفرض بالمقابل إتاوات على الشركات المستثمرات الرصينة وإجبارها على الانسحاب من العراق اشتركوا في القناة